كونباوا نواصل اليوم دورة تعلم اللغة اليابانية مع الدرس السادس اليوم الدرس ان شاء الله راح يكون شوي اطول من المعتاد شوي يحتاج تركيز وفي كثير من الكلمات المهم ان احنا لازم نحفظها درسنا اليوم راح يكون عن الافعال طبعا احنا اتطرقنا الى الدروس في الدروس السابقة الى الاسماء غطينا كمية جيدة منها على ما اعتقد اشعروا راح نرجو عليهم بس اول ناخد نظرة على الافعال وطريقة تركيب الافعال في الجمل الفعل اللي راح ندرسه طبعا افعل لها صيغ مختلفة الصيغة اللي راح نتعلمها هي صيغة ماس صيغة ماس ومثل ما قلنا صيغة ماس هي عبارة عن الصيغة الفورمال اعتيادية اللي ممكن نستخدمها مع اي شخص الفعل ماس لما يكون في صيغة ماس يستخدم لحالتين الحالة الاولى حق نوصف فعل يحدث في المضارع يعني بشكل مستمر او الفعل سوف يحدث في المستقبل هاي الاستخدام يكون لكل الاستخدامين شنون الفرق طبعا حسب السياق قد تكون هنا الكلمات في الجمل نفسها مثل يتحدد لنا انا اقصد ان انا الشي يستويك اليوم او ان الشي راح اسوي بكرة او الى ما ذلك طبعا الأشكال الأربعة للأفعال هي ماس قلت مثل ما قلت لكم في المضارع او المستقبل ماسن لما ان بأن في المضارع او المستقبل يعني هاي الفوق الاثنين هم عبارة عن الفعل المضارع او المستقبل في حالة الاثبات وفي حالة النفي بعدين عدنا مشتا مشتا في الماضي بس في الماضي بالاثبات اي فعلت مشتا اي فعلت وماسن دشتا اي لم افعل بعد في الماضي بس لم يحدث الا هو النفي فعدنا مس مسن مشتا وماسن دشتا مرة ثانية مس مسن مشتا مسن دشتا خلونا نطالع بعض الافعال أبريكم تحفظون هذين الافعال انهم مواجد مهمين يقرأ يومي مس المقطع يأتي يومي هذا يسمونه الستيم فيرب وبعدين نضيف عليه مس يومي مس يقرأ كاكي مس يكتب او يرسم كلا الكلمتين لها نفس الفعل كاكي مس كاكي مس يسمى كيكي مس كيكي مس يسمى يأكل تابي مس تابي مس تابي مس تابي ركز على لفظ بي وليس بي ليس تابي مس تابي مس أي يأكل يشرب نومي مس نومي مس نومي مس يشرب يفعل شي مس وهاي الفعل طبعا ممكن نستخدمه ويا أشياء كثيرة يعني ممكن نستخدمه ويا لعب كرة القدم أو لعب كرة السلة أو إلى ما ذلك فهاي الفعل طبعا ياخذ الكثير من المفاعل شمس شمس يفعل ينام نمس 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 يشاهد أو يرا ممس 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 يرتاح أو ياخد اجازة ياسممس ياسممس ممس ياسممس يعمل هاتارا كيمس هاتارا كيمس هاتارا كيمس هاتارا كيمس يعمل وعندنا الفعلين يأتي كيمس كيمس ويذهب إي كيمس إي كيمس 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 نشوف مثال حق شلون نحول الفعل بتصريفاته الأربعة مضارع مثبت مضارع منفي ماضي مثبت وماضي منفي شون أقول يقرأ وثوف أو سوف يقرأ يومي مس هاي الشكل الفعل اللي أردي شفناه قبل شوي يومي مس شلون أم أقول لا يقرأ أو ما رح يقرأ في المستقبل يعني يومي مسن يومي لاستم ما للفعل ما يتغير نحطه بس نضيف عليه بدل مس مسن نفس الشي عندنا في الماضي يومي مشتا يومي مشتا يومي ونضيف عليه مشتا مشتا نقول لم يقرأ يومي ما سن دشتا يومي بعدين نضيف عليه ما سن دشتا ف يومي مس يومي مسن يومي مشتا يومي ما سن دشتا يومي مس يومي ما سن نشوف الأخر يكتب أو سوف يكتب لا يكتب أو لن يكتب على حسب السياق كتبه في الماضي ولم يكتب في الماضي ننفي فعل ككمز ج Bank1 ككمز 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 عرفتو نشلواجب كم فعل درسنا فوق وشلون تقدرون تصرفون هذه الأفعال أحين شلون أحط الفعل في الجملة بحيث أبين أيضا وش المفعول اللي وقع علينا الفعل يعني مثلا إذا عم بقول أنا أكتب أكتب ويش أنا أكتب قصة مثلا أو أنا أطالع تلفزيون يعني أنا أطالع ممكن نقول الفعل وتاشيوى ميماس أو الجملة عفوين وتاشيوى ميماس بس إذا أم بأقول أن أنا أطالع التلفزيون لازم نستخدم أولا حرف مساعد هو أو أو اللي تشوفونا أو وهذا يدل على المفعول به اللي وقع عليها الفعل في نهاية الجملة شلون يصير ترتيبة في الجملة نشوف المثال الآتي إذا أم بأقول سارة تأكل التفاحة أولاً عندنا سارة هي موضوع الجملة فالطبط اللي بيصير بيكون سارة سام و سارة بعدين نضيف الحرف المساعد و اللي هو يحدد موضوع الجملة بعد ذلك راح نحط المفعول به قلنا في بداية الدروس إن الفعل دائماً يكون في نهاية الجملة فبالتالي المفعول به راح ينحط قبل الفعل وبعد هذا المفعول به بنحط الحرف المساعد أو فالتفاحة باللغة اليابانية رينغو رينغو فبتصير سارة سام و رينغو أو أو حرف دل على وقوع الفعل اللي بعده على التفاحة رينغو تابيماس سارة سام و رينغو تابيماس سارة سام و رينغو تابيماس أي سارة تأكل التفاحة أو سوف تأكل التفاحة مثال آخر سلوى تستمع إلى الموسيقى المفعول به الموسيقى الفعل يستمع فمثل ما قلنا بما أن سلوى هي موضوع الجملة نبدأ بها ونحط عقوبها و بعدين الموسيقى باللغة اليابانية عقوب نحط الحرف بعدين نحط الفعل يسمع له كيكيماس فتصير الجملة سارة سام و اونغاكو كيكيماس سارة سام و اونغاكو كيكيماس مثال ثالث قاسم يشرب الحليم اعتقد صارت النمط حق الجملة الواضح يجي اول شي السبجكت بعدين الحرف وبعدين المفعول به بعدين الحرف وبعدين الفعل في نهاية الجملة فالجملة بتكون طبعا حليب هو جيو نيو جيو نيو فتصير الجملة قاسم جيو نيو حليب و نوميماس يشرب قاشمو سان و جيو نيو نوميماس قاشمو سان و جيو نيو نوميماس اذا جينا بننفي الجملة متل ما تعلمنا قلنا الفعل يتحول من ماس الى ماسن فاذا باقول انا انا هنا السبجكت من الجملة لا اقرأ الكتاب تذكرون الكتاب هو هون فتصير الجملة واتشيوا هون أو يوميماس واتشيوا هون يوميماس واتشيوا هون يوميماس طبعا تعلمنا الحرف أو يستخدم حق الأفعال يستخدم حق الأفعال اللي تقع على المفاعيل بحيث انه تأثر فيها اذا كان المفعول به مكان أو وجهة يعني انا بروح الى المكان الفلاني الحرف المساعد يختلف ما نستخدم الحرف أو نستخدم الحرف إ أو ن غالبا يستخدمون طبعا كل الحرفين صحيحين إ رسمية أكثر إ وهذا الحرف نستخدمه ثلاثة أفعال فقط يعني ثلاثة أفعال فقط اللي نستخدم وياها الحرف إ اللي هو يحدد الوجهة اللي هم مثل ما تعلمنا في البداية يذهب يكيماس يأتي كيماس والفعل الثالث ما درسنا بس نذكر إليكم كايريماس له يعود من المكان الفلاني ف إحنا بس بقول إليكم وقت من نستخدم يذ هذي لين الأفعال والوجهة نستخدم هذا الحرف إ مثال بسيط أختي تذهب إلى الدكان أختي إيموتو طبعا إيموتو هي الأخت الصغيرة كلمة حق الأخت اللي أصغر مني وقت أقول إيموتو ما يحتاج أقول واتاشي نو إيموتو مثل ما تعلمنا في الدرس اللي طاف إيش لون ندمج الاسم مع بعض إذا أقول أختي صغيرة المفضوض أقول واتاشي نو إيموتو طبعا مو معناته إنه لما أقول الجملة خاطئة بالعكس صحيحة لكن مو ضروري إنه أقول واتاشي نو إيموتو لأنه وقت أقول أنا إيموتو هاي الكلمة أقصد بها أختي أنا صغيرة وقت أم بأقول إخت فلان يعني مو أختي أنا أخت شخص آخر أقول إيموتو سام لازم أضيف كلمة سام عادة يعني هاي بشكل عام فإيموتو أو أختي هي الشاسمة السبجكت ما للجملة فنقول إيموتو و بعدين يجي المفعول به المفعول به هو الدكان والدكان باللغة اليابانية ميسة ميسة الجزء الثاني من الواجب راح أطلب منكم ترجمون ثلاث جمل قرأتوا في الماضي كتاب المدرسة هند كتاب المدرسة اسمين نربطهم بالحرف نو نعرف كتاب نعرف مدرسة ما دريد تتعرفونها أو لا بس تقدرون تحصلونها بسهولة قرأتوا في الماضي فنستخدم مشتا لن نكتب درس اليوم أليس كذلك ما بطيكم هند على هادي لم يشاهد أحمد مباراة كرة القدم أحمد هو في الجملة لم يشاهد أي ماضي منفي فتصير في نهاية الجملة وبعدين عندنا مباراة كرة القدم عبارة عن أيضا اسمين مرتبطين في بعض كرة القدم أعطيكم هند هي سكا سكا مباراة ابحثوا عنها ملاحظة أخيرة طبعا هنا نازال نكتب بالروماجي اللي هي الحروف الرومانية بس لو تشوفون الجمال بالهيراغانا راح نلاحظ اختلافات في استخدام بعض الحروف يعني مثلا الحرف و اللي أنا أقصد فيه الحرف المساعد اللي يحدد السبجكت ما للجملة طبعا طبعا هناك حرف اسمه و في الهيراغانا اليابانية اللي تشوفون المشخوط عليه تحت بالأخضر هذا هو شكل الحرف و بس لما أقصد ال و اللي تحدد السبجكت ما للجملة ما أكتب بهذا الحرف اللي بالأخضر إنما أكتب الحرف اللي بالأزرق اللي هو في الحقيقة ها هذا الحرف اللي تشوفون بالأزرق ينقرأ ها إذا كان في كلمة من فصل إذا كان في كلمة عادية مثل كلمة أم ها ها ينكتب هذا ينكتب هاي الصورة بس إذا أنا أم أقول و تاشي و و عشان أحدد السبجكت ما للجملة أكتب هذا الحرف طبعا ليش لا تسألوني ما أدري هم عندهم صار هاي أشياء موجودة من بداية تكوين الكتاب بعدهم ف و حق الغرامر نستخدم الحرف ها بس نقرأ ويش نقرأ و الملاحظة الثانية هي الحرف المساعد اللي يبين المفعول به اللي توني درسنا قبل شوي اللي هو أو قلت لكم هو أو واقعا هو يندرج في عائلة ال دبل يو اللي هم بس حرفين أصلا و و و بس و شوي ثقيلة في القراءة فتحولت إلى أو طبعا هذا الحرف اللي تشوفنا ما نستخدم إلى أي استخدام غير الاستخدام اللي تشوفنا في الأمثلة أن نحن نضعه بعد المفعول به فقط بس نقرأ مثل ما قلت لكم أو في حين أن نحن وردي عندنا الحرف أو موجود في الحروف العلة الأساسية اللي تشوفونا تحت بالأخضر بس في حالة أن نحن نحتاج نستخدم الفعل المساعد عشان نحدد المفعول به نستخدم هذا الحرف اللي بالأزرق اللي هو و بس نقرأه مثل ما قلت لكم أو الحرف الثالث اللي هو الحرف اللي يحدد الوجهة اللي نستخدمها مع الثلاثة الأفعال اللي ذكرتها هو قلت لكم A لكن ينكتب الحرف H الحرف H ينكتب فقط لما أنا أقصد الحرف المساعد اللي يحدد الوجهة لأن A موجود في الهيراغان الأساسية وهو اللي بتشوفونا بالأخضر تحت هذا الحرف اللي تخدمه بالكلمات العادية لما أنا أقصد الكلمة لما أقصد الحرف المساعد اللي يحدد الوجهة أنا أكتب هذا الحرف اللي بالأزرق H في حين أنا أقرأ A طبعا هذا الحرف مثل ما قلت لكم الها واله اللي نقراهم و و A فقط نستخدمهم في مواضع معينة إذا كانوا ضمن كلمات فإنهم ينقرؤون مثل ما هم واقعا ينقرؤون ها و هي في حين الفعل أو الحرف و اللي هو ينقرأ O ليستخدام واحد نفسه اللي ناقشنا كلمات الدرس الأخيرة قبل ما نختم هي بحر أمي أمي أي بحر إن شاء الله ما كان الدرس صعب عليكم أتوقع في أعدكم أسئلة أنتظر هذه الأسئلة و إن شاء الله أشوفكم في الدرس الجاي و أنتظر منكم طبعا الواجب موسيقى